السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور خليل السالم معاكم أخصائي طب وجراحة العين التجميلية وأخصائي طب وجراحة الحول إن شاء الله اليوم بدنا نتكلم عن عمليات إيجاد عضلة العين المفقودة أو المبتورة هذه عمليات صعبة جدا بدك ناس متخصصين بمحجر العين وبطب الأطفال والحول عشان يعملوها فإن شاء الله خليكم معنا عشان نورجيكم كيفية إجراء العملية وكيفية تشخيص هذه الحالات بلا شك التشخيص بالعيادة هو أمر مهم جدا 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 ولا يمكن الاستعاذ عنه تمام فأهم الأسياء اللي احنا نطلع عليها لما نشك بقضية البطر العضلة أو فقدان العضلة هي إن العضلة ما بتعمل بالطريقة الصحيحة هي أضعف من المطلوب يعني العين ما بتروح للجهة الأنفية كامل أو إنها ما بتروح للجهة الصدعية بشكل كامل وهذه طبعا بتغشش الطبيب إنه فيه مشكلة في هاي العضلة وإنه هاي العضلة تنبتها طبعا عشان نتأكد نعمل إشي من الكلام اللي بنحكيه مهم نعمل فحص اسمه مر آي اللي هو صورة طبقية للرأس بتبين فيها العضلة لو بتطلع إنت على هاي العضلة العضلة اليمنى بتلاقيها مكرمشة على بعض كل اللي هو المسل بالي اللي هي أضخم منطقة في العضلة كلياتها محشورة بمنطقة صغيرة جداً بالمقارنة مع العضلة التانية لو تطلع عليها بشكل واضح طبعا هذي الساين صعب إنه حتى طبيب الأخصائي اللي هو الأشعة إنه يلاقيها بدك واحد متخصص في جراحة طب العيون عشان يفكر فيها ويشوفها طبعا اللي إنت شايفه عبارة عن جراب اللي هو المسل كابسول هذي بالضبط هي فارقة من المنطقة القريبة من العين امتي كابسول وكل العضلة محشورة في المنطقة السفلة طبعا هذي الساين جداً مهمة وبتدلك إنه هاي العضلة مفقودة أو إنها مقطوعة أو مبتورة والآن حنورجيكم كيف بالعملية حنصلح هذا الكلام في هذه الصورة نبدأ بفتح اللي هي ملتحمة العين للكشف عن الدهون ومنطقة العضلة الضائعة بعد إزاحة الدهون طبعا تتبين لنا العضلة نعزلها وبعد ذلك نقوم بربطها كما سيتبين لنا بالصورة التالية بعد الانتهاء من العملية نقوم بتذكير منتحمة العين ويعطيكم الأحيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر